طبعا بعد ما تابعنا كلنا لقاء بالأمس كلنا كنا مبسوطين وأول المبسوطين كان فيتسو موسماني اللي عبر عن ساعدته بالفوز وقال آخر لقاء أمام المقاصة لعبنا بنفس الطريقة وسجلنا أربع أداف وعندما واجهنا سانداونز اختلفت الأمور حيث كان ينقصنا فقط تسجيل الأهداف أشار كمان أنه سعيد بأداء اللعيبة كلهم بعد الفوز على فرقه ودي المباراة اللي هو بيعتبر أن هي بمثابة اعتذار منه ومن اللعيبة لكماهير النادي الأهلي في كل مكان عن الخسارة أمام سانداونز في دوري أبطال إفريقيا وكمان أكد موسماني أن لكل مباراة ظروفها وحسابتها وفقا طبعا لطبيعة المنافس وهو ما يعني ده من وجهة نظره دي أكتر حاجة بتحدد طريقة اللعب طريقة اللعب ممكن تبقى مرضية للمشاهدين أحيانا وممكن تبقاش مرضية قوي بس من وجهة نظره في الحالتين الموضوع بالكامل متوقف على المنافس وكواليتي المنافس أنا أتفل معاك وفي حاجة حلوة كمان في موسماني موسماني من المديرين الفنيين اللي هو يعني دايما بيشتغل على الأخطاء بيشتغل على الإخفاقات سواء ليه المباراة نفسها أو حتى ليه اللعيبة لو فيه لاعب عنده إخفاق في مباراة ما أو في أمر ما هو بيشتغل على النقطة دي ومن غير ما يتكلم أو يجرح في اللاعب في أي مؤتمر صحفي دي نقطة مهمة جدا وده ليه إنعكاس كريم كبير قوي على الدعم النفسي اللي احنا دايما بنقول مش موجود على فكرة عند كل المديرين الفنيين وفي كل النوادي مش كل النوادي بتهتم بهذا الأمر ولا المنتخبات لكن عندنا في الأهلي وكمان مع موسماني الموضوع ده فارق بشكل كبير جدا على نفسية اللعيبة وبالتالي على الأداء في الأرض فدي نقطة مهمة ترجمة نانسي قنقر